بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبت المرحلة الثانية قسم أنظمة الحاسوب وصلنا إلى الفصل الرابع وإلى موضوع المؤثرات والدوال في لغة Visual Basic هناك العديد من المؤثرات والدوال الجاهزة التي تستخدم لإجراء العمليات الحسابية في لغة Visual Basic وسنقف عندها بالتفصيل إن شاء الله سنبدأ الآن بموضوع المؤثرات ماذا نقصد بالمؤثرات أو المؤثر المؤثر هو عبارة عن كلمة أو رمز يستخدم لمعالجة البيانات أو العمليات الحسابية وفي لغة Visual Basic هناك أربعة أنواع رئيسية وهي أولاً المؤثرات الحسابية Mathematical Operators ثانياً String Operators اللي هي مؤثرات السلاسل الرمزية ثالثاً Conditional Operators اللي هي المؤثرات الشرطية رابعاً Logical Operators وهي المؤثرات المنطقية سنبدأ أولاً بالمؤثرات الحسابية Mathematical Operators المؤثرات الحسابية هي مجموعة من المؤثرات التي تعالج البيانات بواسطة حساب النتاج رياضياً أي هي رموز تستخدم في حساب النتاج أو إجراء العمليات الحسابية وفيما يلي جدول يوضح هذه المؤثرات مرتبة حسب أسبقية تنفيذها هذا الجدول يتكون من أربعة أعمدة العمود الأول على اليسار هو المؤثر Operator العمود الثاني هو معنى هذا المؤثر العمود الثالث مثال example مثال حول هذا المؤثر والعمود الرابع اللي هو على اليمين نتيجة هذا المثال نبدأ أولاً وحسب الأسبقية دائماً بالأقواس الأقواس أي عملية تكون داخل الأقواس هي التي تنفذ أولاً مثال عليها مثل ما تلاحظون بين قوسياً 2 زائد 3 مضروباً في 7 2 زائد 3 يتم تنفيذها أولاً رغم أنه عملية الضرب إلها الأسبقية قبل عملية الجمع ولكن كون عملية الجمع بين قوسين ستنفذ أولاً 2 زائد 3 خمسة تضرب في 7 النتيجة 35 المؤثر الثاني حسب الأسبقية هو قوة الرفع أو الأس مثال عليها 2 مرفوع للأس 3 أي 2 مضروب في نفسها 3 مرات النتيجة 8 المؤثر الثالث حسب الأسبقية هو الضرب طبعاً الضرب والقسمة هي الأولوية الثالثة أو الترتيب الثالث وعند تواجدهما في نفس العملية الحسابية أو نفس التعبير الحسابي سيتم تنفيذ العملية التي توجد على يسار التعبير الحسابي نبدأ بالضرب الضرب إلى قلنا الأسبقية بالترتيب الثالث 2 في 3 النتيجة 6 ثم عملية القسمة مثال عليها 6 تقسيم 2 النتيجة 3 ثلاثة بعدها أيضاً القسمة ولكن هذا المؤثر هو فقط يستخدم لقسمة الأعداد الصحيحة أي أن النتيجة لن تحتوي على نقطة عشرية مثال عليها 11 تقسيم 3 النتيجة 3 طبعاً راح يبقى هنا ثنياً لكن فقط سنضع النتيجة اللي هي ثلاثة و ثنياً راح هنا لن يكون لها أي قيمة ثم المؤثر الآخر في الأسبقية هو موت أي باقي قسمة الأعداد الصحيحة يعني يستخدم فقط مع الأعداد الصحيحة مثال عليها 11 موت 3 أي إنه ما هو باقي قسمة 11 على 3 نقسم 11 على 3 بها النتيجة 3 نتيجة القسمة أما باقي القسمة فهو 2 العملية أو المؤثر الآخر حسب الأسبقيها هو رمز أو مؤثر الجمع مثال عليها 2 زاد 3 نتيجة 5 المؤثر الأخير في الترتيب في ترتيب العمليات الحسابية أو المؤثرات الحسابية هو الطرح مثال عليه 6 ناقص 3 النتيجة 3 الآن مثال حوله مثال عبارة عن مشروع حوله المؤثرات الحسابية هذا المشروع هو عبارة عن تصمم مشروع يحتوي على زر 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 الأمر find وكذلك صندوقي نص يعني عدنا بالمثال أداة الأمر أداة الأمر command وعنوانها find وكذلك textbox عدنا صندوقين من textbox وعنده إدخال عدد يمثل نصف قطر الدائرة في صندوق النص الأول textbox سوف تحسب مساحة الدائرة عن طريق الأمر عن طريق الكود الموجود في الأمر find وستظهر النتيجة نتيجة مساحة الدائرة في صندوق النص الثاني أو textbox 2 متى ستظهر النتيجة عند الضغط أو النقر على الأمر command على الأمر command اللي عنوانه find التصميم اللي موجود على يمين على يمين الشاشة مثل ما تلاحظون يحتوي على الأدوات الآتية الأدوات text1 وهي تستخدم لإدخال نصف قطر الدائرة الأدوات command 1 واللي عنوانها find وتحتوي على الععازات الخاصة بحساب مساحة الدائرة و text2 الذي سيحوي على نتيجة مساحة الدائرة يلاحظ أيضا وجود عنوانين label 1 اللي هو radius يمثل نصف قطر عنوان والعنوان الآخر اللي هو area أي مساحة الدائرة هنا عند تنفيذ سيتم إدخال نصف قطر الدائرة ثم في text1 ثم الضغط على الأمر find ستظهر النتيجة في text2 الكود المستخدم أو الإعازات أو التعليمات المستخدمة أولا نعلن عن متغيرين من النوع الحقيقي المفرد الدقة الأول اسم R ويمثل نصف القطر والثان اسم A ويمثل مساحة الدائرة مثل ما تعرفون مساحة الدائرة هي عبارة عن مساحة الدائرة تساوي نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة pi pi قيمة ثابتة وهي 3.14 فسيتم الإعلان عنها باستخدام concept أي ثابت بما أنه هي قيمة ثابتة concept إعلان عن قيمة ثابتة اسم الثابت هو pi ويمكن تسميتها بأي تسمية اسم الثابت هو pi القيمة الخاصة بالثابت هي 3.14 الآن قيمة نصف القطر التي سيتم إدخالها في text1 سيتم تخصيصها إلى المتغير R الذي يمثل نصف القطر تلاحظون قبل text1 وضعنا وضعنا دالة اسمها val ما ما فائدة هذه الدالة هذه الدالة تحول القيم الرمزية إلى قيمة عددية مثل ما نعرف أنه عند صندوق الناس text1 أي قيمة يتم إدخالها تعتبر قيمة رمزية حتى لو كانت عبارة عن عدد فهو يعتبرها قيمة رمزية كما في الأمثلة التي في أسفل الشاشة مثل ما تلاحظون مثال إذا ننتقل قبل نكمل التعليمات في أسفل الشاشة عندنا text1 إذا قيمة أربعة و text2 قيمة ستة text3 يساوي text1 زاد text2 الآن جمعنا قيمة text1 اللي هي أربعة مع قيمة text2 اللي هي ستة وخصصنا الناتج لتكست ثري الإجابة مثل ما تلاحظون أربعة ستة يعني هي ليست ستة واربعين وإنما عملية دمج للعددين أربعة وستة يعني هنا تبر القيم هي قيم رمزية وليست عددية بينما المثال على اليمين لاحظوا text1 أربعة text2 ستة text3 يساوي val of text1 زائدا val of text2 يعني الآن قبل قبل text1 وضعنا dala val وقبل text2 val هذه الدالة ستحول القيم الرمزية تعتبر عدد فستجمع العدد أربعة اللي موجود في text1 مع العدد ستة اللي موجود في text2 أربعة زائد ستة الجواب عشرة نرجع إلى التعليمات أو الكود الخاصة بينا قلنا سنخصص قيمة text1 إلى المتغير R الذي يمثل نصف القطر يعني عند إدخال قيمة نصف القطر في text1 ستخصص هذه القيمة وهي قيمة عددية لأنه استخدمنا dala val ستخصص قيمة text1 إلى المتغير R الآن قيمة text1 قيمة نصف القطر موجودة في المتغير R لحساب مساحة الدائرة A اللي يمثل مساحة الدائرة يساوي R تربيع يعني نصف القطر تربيع في النسبة ثابتة الآن نتيجة مساحة الدائرة هي موجودة في المتغير A نخصص هذه القيمة إلى الأدات text2 إذن ستظهر النتيجة في text2 الآن ننتقل إلى مؤثرات السلاسل الرمزية تعرفنا على مؤثرات المؤثرات الحسابية الآن ننتقل إلى مؤثرات السلاسل الرمزية أي الرموز أو المؤثرات التي تستخدم فقط مع السلاسل الرمزية طبعا كلمة سلسلة رمزية أي تتكون من رمز واحد أو أكثر من رمز هذه المؤثرات قلنا تستخدم في عمليات السلاسل الرمزية يمكن تصنيفها إلى عمليتين كما في الجدول الآتي الجدول يحتوي على أربعة أعمدة نبدأ من الأعمدة التي على اليسار operations العملية ثم العمود التي على يمين operators أي المؤثر example مثال result نتيجة المثال نبدأ من اليسار بالعملية العملية الأولى هي عملية الدمج concatenation عملية الدمج هناك مؤثرين يستخدمان لعملية الدمج وهما المؤثر الزائد والمؤثر اللي هو ما يسمى الامبرساند هذا المؤثرين الأثنين بما أنه ستستخدم معه السلاسل الرمزية إذن ستستخدم لعملية الدمج مثال عليها ستسة رمزية محصورة بين علامتين الاقتباس كوم زائدا سلسلة رمزية أخرى محصورة بين علامتين الاقتباس اللي هي بيوتر فالنتيجة ستظهر كمبيوتر اللي حصل أنه تم دمج سلسلتين المؤثر الآخر للدمج اللي نسميه الامبرساند مثال عليه السلسلة الرمزية الأولى كوم أيضا محصورة بين علامتين اقتباس سيتم دمجها مع سلسلة رمزية أخرى محصورة بين علامتين الاقتباس اللي هي بيوتر فالنتيجة نتيجة هذا المثال هي كومبيوتر نجي للعملية الأخرى العملية الأخرى هي كومبيرينج أي المقارنة ويستخدم المؤثر لعملية المقارنة هو لايك مثال عليه لايك كيف يستخدم يستخدم لمقارنة سلسلتين رمزيتين نقارن سلسلة مع سلسلة أخرى إذا كانت السلسلتين متشابهتين تماما فيعطي نتيجة true إذا كانت مختلفة برمز واحد أو أكثر يعطي النتيجة false لاحظوا ABC إذا قارنناها مع السلسلة تان اللي هي ADC نلاحظ الحرف الثاني بالسلسلة الرمزية الأولى B والحرف الثاني بالسلسلة الرمزية الثانية اسم D فغير متشابهين فسيعطي النتيجة false مثال آخر علي مثال آخر اللي هي text1 عندنا إذا خلينا في الأداء text1 السلسلة ABC وفي text2 السلسلة DE جمعنا السلسلتين بما أنه عملية الجمع تمت لسلاسر رمزية فتعتبر هذه العملية damage النتيجة نتيجة damage ستخصص إلى الأدات أدات صندوق النص text3 مثل ما تلاحظون جواب على جهة اليمين text3 ستكون نتيجة ABCDE ثم في text4 لاحظوا في text4 ستتم مقارنة text1 مع text3 text1 مع text3 text1 هو ABC text3 هو ABCDE فالسلسلتين رمزيتين غير متشابهتين ستكون نتيجة text4 هي false الآن ننتقل إلى المثال الثاني المثال الثاني what is the result of the following program موجود قدامكم برنامج المطلوب هو ما هي نتيجة هذا البرنامج إذا تم تنفيذه البرنامج شنو موجود به مثل ما تلاحظون إعلان على المتغيرات المتغيرات هي ABCD من نوع السلاسة الرمزية string وعدنا ثلاث متغيرات أخرى اللي هي EFG من نوع Boolean أي من نوع المتغيرات الجبرية أي هذه المتغيرات اللي هي EFG اللي هي المتغيرات الجبرية هذه نتيجتها تكون أما true أو false نجي الآي سيتم تخصيص السلسة الرمزية I will install المتغيرات المتغير B اللي هو من نوع أيضا السلسلة الرمزية سيتم تخصيص السلسلة الرمزية Visual Basic Version 6 C سيتم مثل ما تلاحظون C تساوي A زائد B بما أنه هذه المتغيرات من نوع السلسلة الرمزية إذن سيتم دمج السلسلة الرمزية A مع السلسلة الرمزية B إذن قيمة C ستكون I will install Visual Basic Version 6 نجي إلى المتغير D وأيضا هو من نوع السلسلة الرمزية D يساوي A M% B M% In My Computer يعني بما معنى هذا المؤثر سيتم فيه دمج السلسلة الرمزية A مع السلسلة الرمزية B مع السلسلة الرمزية هي In My Computer إذن ستصبح نتيجة السلسلة الرمزية D أو سترينج D هي I will install Visual Basic Version 6 In My Computer هذه كلها السلسلة الرمزية سيتم تخصيصها إلى المتغير الرمزي D ننتقل للجملة اللي بعتها اللي هي المتغير من الجبري أو Boolean اللي هو A A يساوي B Like Visual Basic Version 7 مثل ما تعرفون المتغير الرمزي B موجود ب Visual Basic Version 6 زين هنا استخدمنا Like Like مؤثر يستخدم لغرض المقارنة سنقارن بين قيمة السلسلة الرمزية B اللي هي Visual Basic Version 6 مع السلسلة الرمزية اللي هي Visual Basic Version 7 تلاحظون هنا اختلاف في السلسلتين هناك رقم 6 في السلسلة الرمزية B وهنا رقم 7 فالنتيجة ستكون يعني قيمة E ستكون هي False بسبب اختلاف السلسلتين الرمزيتين نجي الى المتغير F المتغير F ايضا من نوع المتغير جبري Boolean اي ستكون نتيجته اما True او False لاحظ B المتغير رمزي B سيتم مقارنة محتوى مع Visual و كلمة Basic هنا حرف B مظاهر ظاهرة بدالة علامة استفهام ثم A S I C Version 6 قلنا B هو موجود B القيمة Visual Basic Version 6 اما في هذه السلسلة السلسلة الأخرى اللي هي Visual مشابه لها ما عدا في المتغير الرمزي B موجود في كلمة Basic موجود الحرف B هنا موجود علامة استفهام ماذا تعني علامة الاستفهام هذه علامة الاستفهام تستخدم للإشارة إلى أي رمز بس بشرط يكون رمز واحد ياخذ هذا الموقع رمز واحد فقط ممكن يكون A ممكن يكون B ممكن يكون C يعني أي رمز يقبله بما أنه يقبل أي رمز فممكن يقبل رمز B إذا وضعنا الرمز B ستصبح Visual Basic Version 6 سيتم مقارنتها مع المتغير الرمز B إذن ستكون متشابهة في هذه الحالة إذن النتيجة نتيجة المتغير F هي True نجي إلى المتغير الجبري أيضا G وهو أيضا من نوع Boolean أي ستكون نتيجته أما True أو False سيتم مقارنة المتغير الرمز B اللي قيمته Visual Basic Version 6 سيتم مقارنته مع السلسة الرمزية Visual Basic Version وعلامة الهاش وعلامة الهاش علامة الهاش أو الشباط ماذا تدل؟ تدل على أنه يمكن الإشارة إلى أي عدد من الرموز ممكن يكون رمز واحد ممكن يكون رمز واحد أو أكثر يعني بدل هذا رمز الشباك ممكن أن نضع رمز واحد رمزيا ثلاثة عشر رموز خمستعشر رمز يعني رمز الشباك يختلف عن رمز علامة الاستفهم علامة الاستفهم يأخذ رمز واحد علامة الشباك أو الهاش يأخذ رمز او اكثر اي انه ممكن ان نضع بدل هذا العلامة الرقم 6 فسيكون مشابها لقيمة B وبالنتيجة G ستكون true لتشابه القيمتين ثم سيتم طباعة print C اللي هي I will install visual basic version 6 print D بيانات مفارزة من قوطة اي فراغ واحد print D قيمة D اللي هي I will install visual basic version 6 in my computer print E اللي هي false F اللي هي true وال G اللي هي true شكرا جزيلا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى